تصرفات العقلاء مصانع عن العبث فالعاقل دائما يرتب أولوياته فلن يقدم ما ينبغي أن يؤخر ولا يؤخر ما ينبغي أن يقدم فالمؤمن المسلم يجعل أولى أولوياته هو أن يكون عبداً لله فالدين هي أولى الأولويات بالنسبة للمؤمن ففيه سر عزته الدين الدين ثم نحفاظ على هذه النفس نحفظها مادياً بالطعام والشراب واللباس والدواء والسكن والصحة ثم العقل بحماية العقل بالإدمان الخبيث وملئه بالعلوم الصحيحة والعرض أن نحفظ عرضنا من أن يكون عرضةً عياذاً بالله للعدوان من قبل البعيد والقريب والصديق والعدو والمسلم العاصي والفاسق والمال أن يحفظ مالنا فلا يتعرض للتلف ونستعمل هذه النعمة في خدمة ديننا وخدمة هذا الإنسان وخدمة فكره وخدمة أبنائنا وخدمة الأجيال التي تأتي من بعدنا إن هذه الأولويات فلا يمكن للعب أن نقدمه فيصبح اللعب هو أولى الأولويات لأمة لا زالت لحد الآن لم توفر طعامها لم تشبع من جوع لم تكتسي من عري لم تتعلم من جهل لم تبرع من علل لم تتقوى من ضعف هذه الأمة فيها كل هذه المطباط ويصبح اللعب هو كل شيء بالنسبة لها اللعب يكون بعد الجد فقد قال رسول الله ساعة يا حنظلة ساعة ساعة أي هي ساعة تأتي بعد الجد بعد عشرين ساعات على الجد لكي تجدد النشاط من أجل أن تقبل على العمل أيضا بجد ونشاط أما يكون اللعب هو كل شيء والجد في الأمة غير موجود هذا ما الخطير هذا نحن لا نقول لشبابنا لا تتتبعوا الكرة ولا تتفرجوا إليها فهي داخل ضمن تلك الساعة التي يجدد فيها الإنسان نشاطة ليقبل على العمل بجد نحن نقول للأمة لا ينبغي أن تكون لدينا رياضة نريد أن تكون رياضة لتقوية الأبدان وتشمل جميع أبناء المجتمع فإن صحة الأبدان قبل صحة الأديان لكن أن تصبح مخدر وأولوية على حساب الأمور الأخرى ولتشغل الأمة عن أمور جسام تقع للأمة من تقتيل وحرب وحرق وما يقع للأمة في هذا الزمان فهذا مما يثير العجب والاستغراب أيما استغراب هذا هو الذي يثير العجب تخرين إلى رمي العبورهم أمينوا من خوف وتقدموا حضاريا ووفروا كل الأولويات والاحتياجات لشعوبهم لذلك أنا بدينا أعطي بعض الملاحظات إن شاء الله تعالى للملاحظة الأولى سمحوا ليشيرها تبارك وتعالى مزيان يمشي الجبغور إن شاء الله تعالى ليشجع الفريق المغربي ما عليش أسيدي ما كي احتموشك لكن تلك الصور التي خرجت من تلك المدن الروسية لشبابنا المغرب الذي راح يشجع وفي الصور يقبل الروسيات أم من أجل اللعب ننتهك كل الحرومات من أجل هذا اللعب نفعلها كذا هذه المسألة الأولى تعالى الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى على مستوى جامعة كرة القدم بدأ الحديث الآن في الوسائط الاجتماعية أن أموالا بالملايير في بلد يعاني الفقرة تصرف على الكرة بدون حسيب ولا رقيب وشهد شاهد من أهلها فلقد قرأت في بعض المواقع مقالات تتحدث عن لاعب دولي سابق يعرف بالتمام والكمال هذا النوع من الإنفاق الغير محسوب بلا ما نسميه إن شاء الله تعالى إنفاق غريب فأين بند الدستور الذي صوت عليه المغرب ربط المسؤولية بالمحاسبة من الذي يحاسب من ثم ما تحدثت عنه وسائل الإعلام كلها زين أنهم ذهبوا بشحاد ربعميات واحد لتشجيع الفريق ربعميات واحد هم اعترفوا بربعميات واحد لأن حينما علق عليهم بعض قال لهم ركدتوا حتى بعض الفنانين خرج بعض الفنانين يقولون إنما ذهبنا نحن بأموالنا لكن لما ردت الجامعة قالت هذا ربعميات اللي الدينهم دينا اللاعبين وعائلاتهم ودينا رؤساء العصر الثلاثة الأول والثانية والثالث ودينا 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 أربعميات واحد أربعميات واحد والمغرب واس مخص خصته الكورة المغرب واس مخص الشعب مقرح من إنما ما ضربته من إنما ما اختشت فيه زقي الشباب عاطل لعمل شهادات واللي ما عنده الشهادات فقراء واسمه ربي هو اللي راي عايش كيفاش راي ما عايشين دينا إعلامي إنسان عنده البورطابل دياله ويصوروه والله من إنما بقى نشوف بعض الفيديوهات يديوه ومشي بعض المغرية بالله يجزين وبيخير يقول له هاذي يالله شوف وره وليهم فين يسكنوا فين يسكنوا فين يسكنوا هذي اللي مشوا يتفرجوا فين فين اش ديوم لما اش ديومش واش ديوم لما اش ديومش واش وصلوكم ولا ما اصلكو وصلوكم يعني أه هذي كل الفنادق اللي فيهم وفين يعني شوف كيفاش ديري وآي آي شوف هما وشوف احنا ياش شعبني وره واحد المره وره هو السيد مسكين واحد المره كانت تمشى انظلمت كنت أعلم أن تمشى تمشى غعلة هكذا مسكين وغيبوا حدا عايشها مع القطوط وما عندها لما كلها لشراب قال له هذي وهما جاي من البلاد انت حابي ما عندها حتى واحد هذو كل نصره ما عندهم مش هاجيش وإلى عندهم أراهم دائرين إن شاء الله الخطط من أجل إن شاء الله إيصالي أقل القليل لكل الناس حتى لا يحتاج فيهم أحد أضرب لي التليفون واحد السيد من واحد الملاد الغربية وقال لي يا من عمي يا أنا يا طلقت عندي أولادي وعاطيني 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 للأولاد ونفوت باطل ودي ركبه ودي ركبه وانا ما عندهم وما أخذ دام بارد دام وانا كيفش غادي يجي هنا الناس يعني الآن قدت كدير هذنا ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الطريقة في التعامل مع أموال الأمة البغي أن تراجع الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير شوفوا في هذه البلاد فراكم الشيرة يخرج